السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزاء طلبة وطالبات وأولياء أمور الصفة الثالثة الإعدادي إن شاء الله امتابعين مع بعض المنهج من خلال كتب الدراسية المختلفة كتاب جيم كتاب باي بيت كتاب المعاصر فيديوهات موجودة على القناة بإذن الله ناخد مع بعض الوقت فكابلاري اكسرسايز استدريبات على المفردات للدرسين الخامس والسادس من الوحدة الرابعة للصفة الثالثة الإعدادي من كتاب جيم بداية من صفحة 2001 أول سؤال معايا بيقول لي هنا اقرأ وأكمل إذا تجهز النص باستخدام الكلمات فروم ذا فالون لسمن القائمة التالية جيب لي هنا ست كلمات وأربع نقاط هنوظف الكلمات داخل النقاط في النص القصير بتاعنا ده شوف كده الكلمات كلمة يعني يفهم نيذر نيذر بيجي معها إيه نيذر نور بتاع لداه ولداه تمام دي للنفل ولا ديسليكسيا اللي هي الصعوبة أو عسر في الكراءة أو التعلم يعني كلا يعني عام عام يعني خاص تمام يبقى احنا هنا أول حاجة بيقول لي عندما سامي كان يونج يعني كان صغير في السن هو كان عنده ايه وده معناه اللي كان عنده ده معناه ان هو كان سيء في نقاط يعني كان سيء في كل من الكراءة والكتابة يبقى كان عنده صعوبة التعلم أو عنده عصر في الكراءة يبقى هي هاد هو كان عنده ديسليكسيا ديسليكسيا عنده صعوبة فيه الكراءة وده معناه ان هو بادقات كان سيء في ايه كان سيء فيه كل من الكراءة والكتابة كل من اسمها بوث آند كل من الكراءة آن والكتابة يبقى بوث يعني ما كانش سهل عليه تنقاط ما كانش سهل عليه ان هو يفهم الدروس بتاعته ما كانش سهل ان هو يفهم دروسه اللي هما والديه طلبوا من المدرس ان هو يدد له دروس خاصة يبقى سبيشال ديسنس ان هو يدد له سبيشال ان هو يدد له ايه سبيشال ديسنس دروس خاصة الدروس دي ساعدته ان هو يتحسن ويقدي بطريقة جيدة او بشكل كويس فيه الامتحانات ايه الامتحانات بتاعته بعد كده السؤال الخاص بيتشوز الاختيارات السؤال رقم واحد بيقول هنا المضاد من كلمات مضاد لكلمة زاكي العكس او الانترم من كلمة زاكي وهي كلمة غبي وغبي يعني استابد استابد يعني ايه غبي ويقال احنا بنضيف البادئة يعني حروف كده بتكون فيه البداية to the verb cover ليه الفعل اللي هو يغطي الفعل يغطي ده بنضيف له ايه في البداية to mean عشان نقصد find out find out يعني يكتشف طيب هنضيف حروف ايه في بداية كلمة cover عشان تبقى يكتشف طبعا discover discover يعني ايه discover يعني يكتشف بتساوي find out بعد كده رقم ثلاثة بيقول ايه يعني عدب مقدرة على التعلم او صعوبة في التعلم which effects الذي يؤثر reading بيؤثر على الكراءة and writing وكمان الايه وكمان الكتابة صعوبة او عدم المقدرة على التعلم متأثر على الكراءة والكتابة اسمها ايه بقى اسمها صعوبة الكراءة او صعوبة التعلم dyslexia اللي هو عسر الكراءة او صعوبة التعلم the football player اللي هما لاعبي كرة القدم have an important match عندهم مباراة important يعني مباراة ايه مباراة هام صوال ذلك they should يعني ينبغي نقط before the match يعني ايه بقى قبل المباراة طبعا هما ايه train مفروض او ينبغي ان هما يتضربوا قبل المباراة رقم خانسة بيقوله هنا عموقات s1 هو شخص ما who does work for free يقوم بعمل for free مجانا اه وذوت يعني بدون ايه مقابل ماتي او for no money بدون مقابل ماتي مين بقى اللي بشتغل اه for free مجانا كده طبعا هو الشخص المتطوع ومتطوع يعني volunteer المتطوع بعد كده عندينا صار رقم 6 Egypt has held a big conference يعني مصر held يعني عقدت a big conference عقدت مؤتمر مؤتمر كبير the verb held الفعل held يعني عقد here means بيساوي في المعنى اما يكون مصر عقدت المؤتمر ده يبقى هي عملت ايه المؤتمر يبقى organized بتساوي كلمة نظمة نظمة هذا المؤتمر رقم 7 بيقوله نقط is the final number يعني ايه الرقم النهائي that people or teams get اللي الناس او الفرق الرياضية مثلا بتحصل عليه اما يكون عندي مثلا امتحان وجبت رقم نهائي اما يكون فرق نتائج الفرق دسمعي دسمعها النتيجة نتيجة امتحان نتيجة مباراة يبقى result اللي هي النتيجة عندنا رقم 8 الاسد ده بيكون حيوان strong يعني قوي المضاد من كلمة strong عكس كلمة قوي العكس منها ايه طبعا ضعيف ضعيف يعني ضعيف يبقى المضاد منها او وهي كلمة ضعيف اد بنضيف بنضيف اللاحقة بنضيف اللاحقة ايه انا عايز اقول مندهش انا عايز اقول مندهش هضف حروف ايه هنا في الاخر هتبقى surprise يبقى هضيف ايه ودي عشان يبقى surprise يعني مندهش وكده خلتها وكونت منها ايه الاجيكتف مندهش يعني surprise بعد كده السؤال رقم 10 هو يعني حقق وانجز حقق اهدافه تمام بالرغم من هو حقق اهدافه بالرغم من ايه عنده بعض ايه عنده بعض الاعاقات الرغم من انه عنده بعض الاعاقات اللي انه اتشيف تحقق اهدافه رقم 11 بيقول هنا ايه بيقول هنا يعني هو يعني من مين هو اللي اكتشف ذات ميستيك مين اللي اكتشف هذا الخطأ كلمة يعني اكتشف تعني ايه الكلمة اللي بتساوي كلمة اكتشف طبعا لسه ايلينها فوق بس بصيغة تانية معنى كلمة اكتشف اللي هي ايه اكتشف اكتشف بعد كده اجيب لصفحة 222 بيقول هنا finish اذا اذا فالو دايالو قم بانهاء الحوار التالي بيقول ليه هنا اول سطر بيعرفني المحادسة بتتكلم عن ايه لازم اقرأ كويس بيقول مايا يعني تخبر ساندي that she has won ان هي فازت بايه ايه افرايز فازت بجيزة الجيزة دي فور ارت جيزة في الفن او الرسم ساندي بتقول لها i see you are very happy انا ارى ان انت سعيدة جدا شايف ان انت سعيدة جدا مايا قيت لها حاجة ساندي قيت لها جريت رائع فور وات did you win your prize طب انت فست بالجيزة دي عشان ايه ايه السبب طبعا هتقول لها انا فست بجيزة يبقى هتقول لها هنا ايه اي انا have بدل هاز هتبقى have one have one يعني انا فست فست بيه بجيزة ا انا فست بيه بجيزة اشخول مسلا في المدرسة اد اشخول انا فست بجيزة في المدرسة هنا بتقول لها رائع فور وات يعني الايه الجيزة دي الايه طبعا هتقول لها للرسم او للفن يبقى يو هتحول الى اي حصلت على هجيب التصريف التاني لان السؤال بتاعي في الماضي يبقى اي جوت اي جوت ابرايز انا حصلت على ابرايز على الجيزة دي للفن فور ارت للفن او للرسم ساندها تسأل تقول لها وين دي وين ات ياب امتى فست بها ممكن تقول لها مثلا يعني هي شايفها مبسوطة وساعدة يبقى الحد صوريب هتقول لها مثلا اي هذا الصباح يبقى ايوها تحول الى وبعدها التصريف التاني اي انا فست باي ات بي الجيزة هذا الصباح هذا مورني انا فست بي الجيزة هذا الصباح ساندي هنا قاتلها ولدن يعني ايه احسنتي واجتسألها سؤال ما يقاتلها اي هاف دون ارت فور فايف ييرز انا بمارس او ان انا في الفن ده او بتضرب على الفن ده او لمدة خمس سنوات اتضربت لمدة خمس سنوات يبقى طالما اجيب لي فور وبعدها فترة يبقى انا السؤال عندها هيكون بهاو لونج يعني كامل مدة هاو لونج يعني ايه يعني كامل مدة بعد كده هتطلع لفي السؤال هتبقى هاف يو هاف يو كامل مدة اللي انتي تمام بعدها التصريف التالت ايه اللي هو دان دان يعني اديتي او مارست فيها دان ايه مارست ايه مارست اللي هو الفن او الرسم كامل مدة اللي انتي مارست فيها الفن او الرسم هنا ساندي بتسألها السؤال يعني والدي ساعدوني ان انا احقق هذا يعني من اللي ساعدك ان انت تحقق او تنجزي هذا الهدف في الفن او في الرسم طبعا يبقى من اللي ساعدك هو من من اللي ساعدك ان انت تحقق ايه ان انت تحقق ذات ان انت تحقق ذات يعني ان انت تحقق وتوصلي للدرجة دي من المهارة في الفن يبقى هو من اللي ساعدك ان انت تتحقق او تنجزي دائت لها والدي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة